سيد ياسر يعني برأيك ما المتوقع جراء تلك الضربة العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية هل هناك تصعيد يبدو جراء تلك الضربة أو متوقع حدوث أي ضربات أخرى؟ زي ما قال الأستاذ أحمد أن إسرائيل تجف نبض العالم على غد الفعل بكرة صباحا عندما يعلم الجميع أن عدد القتلى وصل إلى رقم معين فهل هذا الرقم سيسكتون عليه؟ أنا في قناعتي أن العالم المنافق سيسكت وأنهم يريدون أن يغسلوا يدهم من الغم الفلسطيني بالاستنكار والشذب وحس إسرائيل على وقت القتال ولكنه في قرار أنفسه يشاركون الكيان الصهيوني وخصوصا أمريكا حيث أن بايدن بالأمس قال أنه يتوقع أن تعلن أن تقوم إسرائيل في مهاجمة أهداف مع مراعاة أن تقلل القتل يعني بدل ما تقتل ألف تقتل خمسين أو تقتل مية وهذا تصريح بالقتل تصريح بقتل الشعب الفلسطيني أما بالنسبة لإسرائيل فإسرائيل تسير بمخطط تقوم به خطوة الخطوة في سبيل تفريغ قطاع غزة من الشعب الفلسطيني وإبالة الفلسطينيين يعني لما نشوف إحنا أنه يقوله حماس انتقلت إلى خانيونس حماس انتقلت إلى رفح وهم كاذبون لأنهم يضعون مبررات لأعمالهم ضد المدنيين وضد النساء والأطفال إسرائيل لن تتوقف خلال الأيام القادمة عن استهداف الشعب الفلسطيني في كل مكان سواء في رفح أو في خانيونس أو في غزة أو في جباليا لأن هذا المخطط أختي العزيزة هذا مخطط مرسوم من سنوات بعيدة ومش من اليوم ولكن ينفذ الآن لأن الفرصة مواتية الدول العربية والشعوب العربية شبه صامتة ومتفرجة مرغمة أوهير مرغمة ولكن إسرائيل تنفذ ما تهدف لهم وبعدين للعلم قضية أن يطلع متظاهرين ضد القتل ويطلع متظاهرين ضد نتنياهو ويطلع متظاهرين ضد الحكومة الإسرائيلية هذا في إسرائيل مصروم تقسيم أدوار يقدمون شخصا على أنه معارض لعمل معين وهو في حقيقة أمره أحد المخططين هي تقسيم أدوار بين الصهاينة لكي يضعوا مبرر للقاءات فيما بعد والله كانت مجموعة فلانية ضد القتل وإحنا حسبنا من قتل يعني لما نيجي إحنا عفوا أنا يمكن أذكر العالم في قضية دير ياسين حوكم عفوا في قضية كفر قاسم يوم 29 أكتوبر 1956 قتلوا 250 فلسطيني وحوكم من قتل الفلسطينيين ودفعوا كل واحد إرش ونص كل واحد من القتلة ادفعوا إرش ونص ثمن الفلسطيني كان في عام 1956 إرش ونص فكم سيدفع القتل اللي قتلوا الشباب والنساء الفلسطينيين الآن إذا ما تمت محاكمتهم هيدفعوهم شيكل ونص هذه إسرائيل التي امتهنت الإرهاب منذ ما قبل إقامة الكياس المجول نعم ولكن سيد ياسر هذا السيناريو الذي تتحدث عنه ليس من السهل تحقيقه ولكن في حالة التصعيد أو في حالة عدم وضع حد لذلك العضوان الإسرائيلي الغاشم ما حسابات إسرائيل أو ما حسابات الإدارة الأمريكية أيضا في حال التصعيد المستمر لذلك العضوان حسابات الإدارة الأمريكية أنها ستدعي أن إسرائيل لم تستجب للنزاءات الإنسانية التي قامت بها أمريكا في تبيل إنقاذ الفلسطينيين وهي كاذبة يعني لما أنف بايدن يعلن أن أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أغلق معبر رفح وهو بايدن كاذب لأن مصر لم تغلق المعبر ولكن ليضع مبرر لأشياء هو يقصدها قال هذا الكلام هؤلاء الناس يا أختي كما قال ووقف في إسرائيل وقال أنا صهيوني هو قال بايدن بلتانه قال أنه صهيوني وقال أكثر من ذلك نحن نقف مع إسرائيل ما الذي نريد أكثر من هذه الصراحة هل نريد أن يعلن أنه عربي مش ممكن يعلن عربي قالها أنه صهيوني وأنه يقف إلى جانب إسرائيل وهذا دايدن كل الحكام الذين جاءوا إلى البيت الأبيض كلهم كانوا إما صهيوني أو يقف إلى جانب إسرائيل لكن على ما يبدو أنه يلعبوا لعبة كثيرة هذه اللعبة ليبيضوا وجههم وليغسلوا يدهم من الدم الفلسطيني فيصرحوا تصريحات هذه التصريحات تسبع رغبات البعض منها للأسف نعم سيد ياسر أريد أن أتحدث معك عن نتنياهو وحكومته ما الذي يريده نتنياهو أو ما وجه الاستفادة من تلك الضربات وتلك العمليات خاصة وأنه لم يعلن عن تحقيق أي نجاح يذكر منذ بداية عملية السابع من أكتوبر وحتى يومنا هذا إذن ما هو وجه الاستفادة من تلك العمليات التي يجريها نتنياهو أعلن نتنياهو يا أختي من اليوم الأول أنه لن يوقف إطلاق النار وأنه يبحث عن الانتصار الكبير ما هو الانتصار الكبير في وجه النظر شخص مريض مثل نتنياهو نتنياهو يسير على خطة كل القادة الصهاينة الذين اللي عرفناهم عبر التاريخ الصهيوني هؤلاء الناس جميعا يقول يدور هرسل إن الصهيونية كالقطار تسير إلى الأمام قد تقف لكنها لن تعود إلى الخلف هذا الرجل لتنياهو يهدف إلى أن يكون زي ما أعلن أعلن أنه يحمل رسالة إشعية يعني نعطي نفسه قداسة ويعطي لأفعاله القداسة وكأنهم نرسل من الله لكي يهدي البشرية ولكي يصل بإسرائيل كما فكر قبل هتلر كان يقول أنا سأصل بألمانيا إلا أنه جوه ونتنياهو يتحدث عن أنه سيصل إلى النصر الكامل النصر الكامل ما الذي يعنيه النصر الكامل هو نهاية أعداؤه مين أعداؤه حاليا أعداؤه الثلسطينيين وغدا أعداؤه أناس آخرين وهو يكذب ويكذب ويكذب لكنه يتصور أن الناس أغبياء وستقبل ما يقول نعم ولكن هذا النصر لم يتحقق حتى الآن ولم تحرز حكومة نتنياهو أي تقدم يذكر برأيك سيد ياسر ما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل حكومة نتنياهو تحديدا خاصة في ظل تلك الظروف الجارية هو نتنياهو بنشوف من الصراعات اللي بينه بين بعض القادة ولو أني أنا أراها تمثيلية هو يريد أن يكتب اسمه بالتاريخ أنه قد فتل أعداؤه بكل بساطة ووصل إلى أهداف الحركة الصهيونية أنت أخصي العزيزة تفريغ قطاع غزل زي ما قلت لي هو بداية لتفريغ الضفة الغربية وتفريغ أراضي 1948 الأراضي اللي في شمال فلسطين لذلك هو كما يقول المثل أقتل المربوط يخاف الزايد فهو يقتل بلا هواذة ويقتل أصفال ويقتل رجال ويقتل لتاء ويقتل كل من يقف في أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية قد يحقق الكثير من أهدافه لكنه لن يستطيع أن ينهي الشعب الفلسطيني هذه قناعة قناعتنا جميعا تفكى فلسطينيين وأعتقد أنها اتطناعت كل عربي حر أن الشعب الفلسطيني لن ينتهي لو كان الشعب الفلسطيني سينتهي لنتهى في عام 1948 صحيح وعام 1948 أختي العزيزة حدثت مذابح لا تقل عن المذابح التي تحتلت الآن والأرقام تبعيش قد تكون أكثر من الثلاثة والثلاثين ألف شهيد اللي استشهده في قطاع غزة ولكن هذا الشعب ولاد وهذا الشعب سيبطى في أرضه مهما فعلت فعل نيتنياهو أو مهما فعلت الحركة الصهيونية سنبقى على أرضنا حتى آخر رجل بعد ما يموت آخر فلسطيني يبقى يبقى باقي الفلسطيني اللي في الخارج تدقيني سنعود إلى الأرض لنقاتل هذا العدو الصهيوني فلسطين في داخلها فيه 12 ألف فلسطيني وخارج فلسطين أكثر من 5 مليون فلسطين ترجمة نانسي قنقر